بقى لها ثلاث سين ونص سؤال مهم وحضرك رفعت القضية ليه؟ رفعت القضية عشان شفت مخالفات جسيمة أثناء العملية الانتخابية وكنت معطردة كمان على اللايحة قبل ما أدخل الانتخابات ودخلت الانتخابات على ضوء أنه إحنا ممكن نغير اللايحة بعد كده لأن اللايحة الحقيقة فيها عوار دستوري رهيب جدا وما حدش أخد باله منها من وقت توقعها من الوزير المختص وإرسالها لتحاد الدولي لإعتماد اللايحة وانا قلت الكلام ده في أكتر من مجال لكن الحقيقة محدش بيسمع يعني في بلدنا كل ناس تتكلم بس ما فيش منصة ولا فيه حد بيعد الحاجة ويمكن بعدت إنزارات وقتها وقلت يا جماعة اللايحة دي فيها عوار دستوري حتي قانونية بحاول أفهم اللايحة ماشي إزاي فوجدت فيها أن فيها بندين متعارضين تماما مع بعض وممكن يعملوا مشكلة رهيبة فيه وهي قادة المشاكل فيها القرية المصرية لغاية دلوقتي يعني النهاردة بيقولوا لي أن تحاد المصر لكرة القدم عمل طعم قدام المحكمة الإدارية العليا بدعوة اسمها بطلان تمهم لجأهم للمحكمة الوطنية منين بقى ممنوع لجول المحكمة الوطنية يعني وقت الحاجة بنستخدم المحكمة الوطنية ووقت ما نعوز بنستخدمها نقول لا إحنا عندنا الفيفا هتمنع الكلام ده الازدواج في المعايير ده بيؤدي لعدم شرفية وعدم نزاهة لازم أكون أنا عشان أتكلم في موضوع بشرفية ونزاهة اللي يطبق على واحد يطبق على الجميع جابت نزيف زيهر نازل الانتخابات أحمد نازل الانتخابات عالي نازل الانتخابات كلنا يطبق علينا نفس اللايحة وبالتالي لازم تكون اللايحة دي متوفقة مع الجميع مش متفصلة لشخصيات معين إما جاقول في أول بند في اللايحة هذه اللايحة خاضعة لقانون الشباب ورياضة المصر إذن بلا مجل الشك ولا أي شيء يدعونا إن احنا نشكك إن احنا كلنا لما نختلف هنروح لفين للقضاء المصر اللي هو القضاء المختص اللي هي محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولي لما أقرأ بقيت البنود وفاجأ ببند عايم مكتوب فيه إن الأعضاء الجمعية العمومية لو اختلفهم لا يجوز لهم حق التقاضي أمام المحاكم الوطني إزاي وانتقل لي في أول بند في اللايحة وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم قال لقاحة المعتمدة واحد هذه اللايحة خاضعة لقانون المصر إزاي تقول لي بعديها بكام بند إن لا يجوز إن احنا نلجأ للمحاكم يبقى هنا أنت بتلغي مبدأ مهم في الدستور وهو حق التقاضي تاني حاجة إنك بتمنع شخصيات متضررة من إنها تلجأ إنها تاخد حقها طبيعي إن أنا شايفة إن أنا متضررة حتى لو أنا على خطأ وشايفة إن أنا متضررة بروح للمحكمة تقول لي لا والله أنت أنت واخد حقك عادي ما فيش مشاكل يعني لجوء القضاء نفسه ماهوش مشكلة وإلا ما كانوش عملوا المحاكم والإدارات والتظلمات وكل الكلام ده يبقى إحنا في النهاية كلنا بيعطيتنا حاجة أو بنتضيق من حاجة بنلجأ للحد المختص ليه المشكلة دي ترجمة نانسي قنقر